ألف مبروك لكل جمهور الهلال هذا التأهل مؤكد أنه كلنا مبسوطين لأنه الهلال يتأهل ومر من مرحلة صعبة جدا جدا أمن فريق شرس ومنظم جدا جدا فريق عنده طموح عالي جدا جدا لكن بلو بينكم الضغط كان كبير يعني الاسترسة اللي كان أثناء المباراة كان كبير جدا جدا لأنه فعلا صعوبة المرحلة وكمان حتى صعوبة الخصم وكمان حتى تراجع الهلال بشكل كبير خلانا نحس أنه ممكن جدا الشباب التنزاني في أي وقت يتسجقون عشان كده حاسي أنه يعني زي نجوم الهلال خطونا في ضغوطات كانت أثناء أيام صعبة لدرجة بعيدة لكن الثقة فيهم كانت موجودة وهم ما خزلونا برحب بيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحب بيكم من جديد في حلقة جديدة مبروك لكل جمهور الهلال هذا التأهل اللي كان عن جدارة واستحقاق بعد الهلال يكرر فوزه على الشباب التنزاني بعد ما تعادل هناك بهدف مقابل هدف بيعود الغربال وبيكرر تسجيله للأهداف مع ياسي المزمد في السنوائية كانت متميزة جدا 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 أتمنى أنها تستمر مع المدر فلورون إبنغي إبنغي بيصهر بمستوى متميز جدا بيحسسك بالثقة والطمأنينة في أن الفريق في الفترة الجاي بيقدم الأفضل تساؤلات كثيرة جدا ممكن الناس يسأله في أن الفريق التنزاري بنصفه بأن الفريق الشرس والفريق الصعب جدا جدا ليه ما ظهر في المباراة بمستوى عالي ليه ما أقصى الهلال؟ الهلال بالرقب من تراجعه ومستوىه القدم والأعتقد أنه في مباراة اليوم يوصف بالمتوسط للضعيف إلا أنه ما طلع من البطولة شنو الحصل في الجيم بشكل عام؟ خلونا أبدأ معكم من الجزئية دي في أنه حتى صفقة صفقة قال له لممكن جدا أصفقة تاري للمدر فلورون إبنغي في المستوى اللي هو قدمه من أنه ثبت الفريق وقدر جرى الفريق التنزاني في مباراة الذهاب وقبله أنه جرى وقدر بدبيه الشيط الأول اللي كان في تنزانيا بعد ذلك قدر كمل الجيم داك الليلة مباراة اليوم تحس أن المدر فعلا واصل لدرجة بعيدة من أنه كيف يحلل الخصوم عشان يجي أفكاره على إمكانية اللاعبين الموجودة يقدر يعمل بها حاجة يوقف بها الفريق أو الخصم اللي بيكون موجود معه كلنا شفنا اليوم عيانا بيانا في ملعب الهلال أفضلية الفريق التنزاني على الهلال داخل ملعب الهلال مؤكد أن الهلال أخذ الأهم من المباراة وهو التأهل بطاقة التأهل لدور المجموعات وأقصى فريق صعب جدا جدا لكن دمابنا السينة إمكانيات الفريق التنزاني والمستوى اللي كان قدمه في مباراة اليوم التنظيم العالي لإمكانيات الفردية العالية ومؤكد أنه مدربهم حتى نصر الدين النابي برضو مدرب يحترب لأنه فعلا صانع فريق متميز لدرجة بعيدة الفريق التنزاني عنده طموحات عنده آمال جاي للسودان عشان يكسب المباراة عشان كده دائما بنشوف التحكم والسيطرة اللي كانت عنده الفريق التنزاني لكن الهلال لعب بفكرة واحدة بس هي فكرة إنه كيف يكسب في الدور ده تحديدا وكيف حتى يكسب الفريق التنزاني في توقيت صعب لدرجة بعيدة حتى مباراة وسط جمهورك لأنه في حسابات كثيرة جدا جدا تخيل معي المدرب يكون شعوره شنو عشان يجي يختار أفضل اللاعبين يجلس عبدول أجاقول ويجلس كمان جون مانو على مستوى دكة البودلاء ويشرك اثنين من اللاعبين ما اشتركوا أساسين في المباراة الذهاب وبنتكلم عن فريق لسه ما وصل ليه اللي هي النقاط الإيجابية على مستوى عالي جدا من التاكتيك بيحاول بقدر الإمكان يعمل بينهم حاجة في الأدوار الإقصائية سواء كان أمام سان جورج وكمان أمام الشباب التنزاني عشان كده المدرب اليوم وسط الجمهور والضغوطات العمل الإعلامي وشغله كمدرب النجوم الموجودين كيف يقدر يرتب حتى عبدول أجاقول ما بشارك في الجيم أساسا بالرغم الإمكانيات الخبرات الكبيرة جدا لا بيحاول بقدر الإمكان أنه كل حاجة يديها وقتها ومساحتها وكمان حتى الرجل المناسب في المكان المناسب عشان كده المدرب دايما بياخد حيز أكبر في هذا التأهل من جانب الهلال مدرب الهلال فرولون إيبينغي أعتقد أنه بيقدم نفسه بنسبة القاعدة الهلالية في أنه كمدرب عنده الكثير ممكن يقدم الهلال في الفترة الجاية ودل بننتظر منه لأنه أعتقد أنه بيتأهول في أنه يقود الهلال في مباراتين أعتقد أنها تصنف أهم مباراة في إياب أو حتى في ذهب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال الفريقي أنه يتواجه الهلال والشباب التنزاني الشباب التنزاني بيتنظيمه لعبه المتميز جدا ومدربه المتميز طموحاته مدعم المالي الكبير جدا التنظيم الموجود نتائجه مالكويسة جدا على مستوى الدوري يواجه خبرة تاريخ الهلال واسم الهلال الإفريقيا فبالتالي أنا صنفتها أنه هي أفضل أو هي أهم مباراة بالنسبة لإفريقيا في التوقيت الحالي ما بنتكلم عن أجمل على مستوى الآداء بالنسبة للفريقين لكن مباركات مهمة لدرجة بعيدة وشرسة جدا بالذات لما تكون وسط جمهور الهلال في أم درمان الجمهور الغفير جدا اللي كان يمكن كان بيشجع الفريق طول فترات المباراة الهلال بدأ المباراة بتشكيل أعتقد أنه شوية ناس استغربت دخول عبد الرؤوفي عقوب لكن ما نستغرب دخول محمد عبد الرحمن الغربان لأنه لاعب نحن دايما عارفين أنه لما يكون قدام القون هو دايما القون بيكون حاضر في أي خطأ أنت بتعمله أو حتى كرة سانحة بتجليه لكن الثنائيا اللي كانت متميزة جدا بينه وبين ياسر مزمل ما توقعنا أنها تكون موجودة شفنا دايما لامير جارجو يكون موجود لكن أنا اللي اتوقعت أنه ممكن ما يكون لامين جارجو يكون يحتفظ بلعب خطة الوسط عبد الرؤوفي عقوب أنه يكون رابع خط وسط ماكابي ليلبو وحتى اللاعب محمد عبد الرحمن الغربال في أنه يكون عبد الرؤوفي عقوب يكمل من خطة الوسط كرابع خط وسط وفي نفس الوقت يكون جناح على الجانب الأيمن لكن لمين جارجو ما قدم اللي هو ما قدم الإضافة اللي أنت محتاج لها لإيجابية اللي بتقدر تحسن مباريات الذهاب والإياب مباريات إقصائية أنت محتاج اللعب اللي بيلعب بشكل مباشر عشان كده اختياره لها سلمزنبل اختيار موفق لدرجة بعيدة اختيار لاعب اختيار مدرب بيقول لك إنه اللعب ده دخل في دقائق هو الغرباء العمل وحاجة يسجلوا الهدف ليه ما تديهم الفرصة إنه يكونوا موجودين نفس الدقائق أعتقد إنه اللي احتاجه في ملعب درسلام في تنزان هي نفس الدقائق اللي احتاجوه في ذات المباراة عشان يعمل الاسبرينت بتاعه ويعمل عرضية بين نفس المستوى بسجل الهدف الخاص بين هذه الهلال عشان كده وعي المدرب في إنه كيف يعرف الأدوات المعاوي يستخدمها أمام الفريق في نفس الوقت بتكون فاهم الفريق اللي بتلعب ضده شنو العنصر اللي عنده ممكن يكون فيه ضعف على مستوى الدفاع كان خلف الباكات أو حتى في السنتر باكة اللي عنده تفاصيل كثيرة إنت بتقرها من المباراة اللي أولا مع المحلم بتاعنك مع حتى المباراة اللي أنت ممكن تسترجع عليهم فبتفهم إنت تلعب بأس المزمن والغربال وكمان حتى عبد الرؤوف على مستوى خط الوسط مع الثبات على التشكيل اللي كان موجود في مباراة الذهاب وتصليح أو حتى معالجة الأخطاء اللي كانت موجودة عشان كده النجاح نجاح مدرب مؤكد أن اللاعبين ومجلس الإدارة والجمهور وكله كان موجود لكن لولا المدرف لوران إبنغي الهلال ما كان حيثبت في التسعين دقيقة بالمستوى واليوم لما نجي نسأل سؤال مهم جدا عن فريق الشباب التنزاني لماذا الفريق التنزاني لا ظهر بمستوى عالي الفريق التنزاني ناقص لاعبين لا فريق التنزاني ناقص مدرب لا لكن ممكن يكون الفريق التنزاني يصطدم برغبة لاعبين وطموح ورغبة وهدف وأمل أن الفريق يمشي لقدامه وجمهور داعم فريقه بشكل أفضل ومدرب يعرف يرتب بيته بطريقة متميزة لدرجة بعيدة مدرب قرى الفريق قدامه وعرف أنه كيف يلعب قصاده ويلعب ضده لذلك الفريق التنزاني بالرقم من اعتراف أنه كان عنده أفضلية في الجيم وكان مترتب وكان الاستحواز عنده وكل شيء لأنه كان هجوميا ما عنده الفعالية الكافية الهلال بالرقم من أنه نعترف أنه مباراة اليوم ما كان قدم المستوى اللي كان تكتيكيا عالي أو حتى فنيا عالي أو حتى كأداء عالي إلا أنه أخذ المطلوب أو الأهم من المباراة وهي بطاقة التأهل خصوصا أنت في توقيت لسه بيجي في المحترفين ولسه بتلعب حتى المدرب ما لعب مباراة دوري كثيرة عشان تقدر أنت تحاسبه في أنه يكون في أداء وحتى يكون في شكل للفريق بشكل عام لكن لما أنت يكون عندك لعيبة لسه جايين كمحترفين لعيبة وطنيين بتتعرف عليهم لسه ومؤكد أنك بتعدي من دور التمهيدي ودور الاتنين وثلاثين أمام خصمين الاتنين صعبين كسان جورجي الإثيوبي واليوم الشباب التنزاني دي هنا ترفع لك القبعات نقول عليك أنك أو حتى ترفع من آمال وطموحات جمهورة الهلال كثير في أنه الفريق يمشي إلى ما أبعد من المجموعات في موسمك الأول كمدرب فلورون إبينجي عشان كده عدم ظهور الفريق التنزاني بمستوى كان عالي اللي هو الترتيب اللي كان موجود بعيدا عن الشكل اللي أنت مفروض تكون عارف فإنه مفروض أصهر بمستوى في أنه ألعب كرة قدم جميلة وأطلع الكورة بمناطقية بمستوى متميز وإنه الخروج بالكورة يكون واحدة واحدة لغاية أي ينكر الأسطوبة اللي أنت بتلعب به أمام خصم الخصم لما يكون متنظم وأفضل منك بالمستوى العالي ده أكد أنك تحتاج تشوف يعني ما بقول لك أسهل شي لكن تشوف الشيل بيضايقه عشان تتعمله عشان تخرب ليه وشيل بيعمل فيه ولأنه كرة القدم أحيانا مبنية على الحاجات زي دي إنك كنت في مباريات ما بدأت تعمل فيها حاجة لأنا أبني إنه كيف أقدر أطلع الكورة الأمان سواء كان حتى أطفشل اللي باللغة العامية حقتنا أقدر أطلع الكورة أشتتها ألعب على إنه يكون فيه عنف زايد يكون فيه تضيع زمن يكون فيه خطف أهداف سريعة يكون فيه سجام بين لعبين يكون فيه جياس لعبين على ذكة البودلاء يكون فيه الاستفادة من الجمهور يكون فيه تفاصيل كثيرة جدا أنا في نهاية لمن أبني الحاجاتي فأنا لو وقفت الشباب التنزاني مش الشباب التنزاني هو الضعيف نعترف ونتفق تماما إنه الشباب التنزاني كفريق فريق متميز لدرجة بعيدة ولو أخذوا المباراتين على الآداء المتميز حنقول لك أهل الشباب التنزاني فينه كفريق في إمكانه يمشي لقدام أكتر مش بقول لك أكتر من هلال لا في إمكانه أنه يقدم نفسه أكتر على شنو أيثر الآداء اللي كانوا متقدم في المباراتين لكن دايما المباريات الإخصائية بتأخذ بينه من سيسجل أكتر أو حتى من اللي هو من سيتغلب في المواجهتين في مجموعة المباراتين ومن يعني يحكم قبضته على الأهداف مؤكد ويسجل الأهداف والبقى مفضل أنه يمر للدور القادم أو حتى دور المجموعات والهلال وضع طبيعي أنه يكون في دور المجموعات والشباب التنزالي مؤكدين أنه سيتحول لبطولة الكونفدرالية وتوقعون أن الفريق ذي يمشي إلى أبعد ما كان في بطولة الكونفدرالية أنه الفريق متميز لدرجة بعيدة ناس ممكن تسأل عنه وين فيستون كلالة وين عزيزكي وين حتى فيسال سالوم وين وين لا اليوم كان في لعبة الهلال في لعبة متميزين لدرجة بعيدة ومن أفضل الحاجات أنه شايفه في خط الدفاع اليوم في الهلال في أنه ما بلاديك مساحة أنه نكون عندي خطأ عشان تستفيد منه أنت كلعب عشان كده بالرغم من الخطورة أو حتى الثبات والثقالي كانت موجودة أو حتى التحكم واللعبة المتميز والظهور اللي كان متميز بالنسبة للشباب التنزالي الظهور كله كان في خط الوسط أو حتى في المنطقة الدفاعية الخاصة بخط الوسط عند الشباب التنزالي وخطة الدفاع فيه أنه للكورة كان متميز بس أكتر من كده ما كان شفت الحاجة دي بطريقة كانت فيها شراسعة الهلال الهلال كامل يستفيد بشكل طيب من هجمات المرتدة ويحاول بقدر الإمكان يستفيد من المنساحات ودي واحدة من أهم الحاجات الشغالة على المدرب فلوران إبينغي في مباراة اليوم أنا أعتقد أنه قدم جيم كان كويس جدا جدا اليوم أبو عشرين من المباريات أنا أعتقد أنها ممكن تكون أقل من مباراة الذهاب بنتكلم عن موفق صديق واحدة من أفضل مبارياته أجمل وأكثر ثبات وأداء متميز وخبرة كبيرة جدا في مباراة اليوم بنتكلم كمان عن الطيب عبد الرازق وأيضا في دينه بالرغم من أنه مشتته كورة كتير جدا جدا لكن ممكن تقول تعليمات من المدرب في المدرب ما عنده حاجة على المستوى التكتيكي يقدر يعمل بها الحاجة دي خصوصا أنه دايما أنت كلاعب بتشوف تعليمات المدرب ما شلوين وتقدر تعمل الكلام اللي بيقوله ليك بالضبط بحكم أنه لو لاعب على أنه أخذ الكورة ممكن ألعب بي عبدالأجقول وألعب كمان حتى بي عبدالرؤوفي عقوفي أنه يطلع من خط الوسط عشان يستلموا عشان مرحلة الكورة عشان عندي مهاجم سريع أو حتى مهاجم فبالتالي في جزئيات دايما بتخص المدرب بتخص الأدوار الإقصائية بالمستوى العالدة عشان كده ما نلوم الطيب عبدالرازق وما نلوم في دينه في أنه مشتته الكورة بشكل كبير باع أنه الطيب عبدالرازق لو شتت أكتر لكن في دينه كان دايما ما بيوظف الكورة أو حتى بيطلعها بشكل متميز أما من نجوم المباراة إبراهيم إمورو في الجانب الأيسر واحد يعني من أفضل اللاعبين في الفترة الأخيرة على مستوى الهلال ويستحق أنه حتى يكون من المرشحين يلعب على مستوى كاس العالم مع المنتخب الغاني في مباراة اليوم اللي لم يكن الأفضل بعد الغربال وياسر مزامل اللي ممكن يكون جدا هو كلاعب متميز لدرجة بعيدة سينجوني صلاع عادي اللي برضو قدموا جيم على مستوى عالي جدا دين الجنود اللي أنت بتحس أنهم دائما مجهولين ومهضوم حقهم لكن في مباراة اليوم كانوا متميزين لأنهم عزلوا أو حتى عملوا بلوك متميز جدا جدا وممكن يعني يقفلوا كل المدى الخاص بكلالة في مباراة اليوم ما شفنا في سنون كلالة في مباراة اليوم إنه حتى ظهر في نعمة هجمات تكون صعبة على الهلال الأهم منها كمان شوفنا المستوى المتميز لياسر مزامل وشوفنا المستوى العالمي من نسبة لمحام عبد الرحمن الغربال حتى ولو فرصة واحدة وتسجل منها هدف في حاجات تانية الناس ممكن تكون مركزة معاها فينه الغربال كان متهد لدرجة بعيدة كان حركته كانت متميزة جدا توجهاته كانت كويسة جدا تدخلاته كانت كويسة جدا جدا وبنتكلم كمان عن يمكن علامة الاستفامة الكبيرة جدا جدا في الهلال حاليا على مستوى المحترفين لاعب دولي بالنسبة للمنتخب الكونغولي في إنه لسه ما قدم نفسه بشكل ممتاز اللي هو اللاعب اللي هو مكابي ليلوبو حنشوفه في الفترة الجاية ومؤكد أنه يقدم نفسه بشكل أفضل لسه ما شفناه في قالب تكتيكي عشان يقدر يضيف بإمكانياته المتميزة وحتى البدراء اللي دخلوا فيه مباراة الهلال اليوم بنتكلم عن محمد المنزر بنتكلم كمان حتى عن اللي هو جون مانو اللي أعتقد أنه دخل وعمل إزعاج كبير جدا جدا بالنسبة لدفاعات الفريق التنزاني ومباراة أعتقد أنها ستكون في الذاكرة بالنسبة له الهالة الإعلامية اللي سبقت هذا الفريق وسبقت هذه المواجهة الإقصائية المهمة جدا جدا لكن الهلال ورجال الهلال كانوا ثابتين في مباراة أعتقدينها متميزة لدرجة بعيدة وحنشوف ما وراها حيكون فيه الكثير بالنسبة للهلال يا جماعة لأنه من الطبيعي لما تكسب فريق بالمستوى ده وتتأهل وتأخذ البطاقة منه وتكون حتى عندك الأفضلية وأنت الأفضل في المواجهتين مش على مستوى الآداء بتكون أنت الحاسم العارف أنت عايز شنو من المباراة وبتكسب وبتمشي لقدام وبتضيف لتاريخك أو حط بتضيف لنفسك وللعيبتك ثقة كبيرة جدا جدا وكوان بتضيف واحدة من أهم الحاجات الإيجابية في أن الفريق ما بتقبل الهداف بسهولة الفريق تركيزه كويس جدا الفريق هجوميا بيستفيد من أي فرصة الفريق عنده مدرب متميز جدا فبالتالي دور المجموعات للموسم ده الوضعية بتاعته حتكون مختلفة تماما الهلال حيلعب بمستوى مختلف أيا كانت المجموعة أعتقد أن الهلال لو مر أو حتى استمر بهذا المستوى وهذا التطور مع المدرف لوران إبينغي ومجموعة اللاعبين وإضافة واحد في الجانب الأيمن وإضافة مهاجمكم متميز زي فيستون كلالا أنا متأكد الهلال حيمشي لمكان أبعد في هذه البطولة ونشوف تركيز كويس جدا من أبو عشرين وكمان حتى عيسى فوفان على مستوى حراسة المرمى وتركيز أكثر من قلبي دفاع الفريق الهلال مبروك 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 هذا التأهل الذي أتى عن جداره واستحقاقه وكمان حتى كان فيه ضغط كبير جدا واسترس كبير جدا بالنسبة لكل الجمهور أنا أتمنى الناس كلها تكون بصحة وبعافية شوفنا بالأمس إنه واحد من المشجعي الندة التقليدي المريغ أممكن أعتقد أنه يعني في حالة وفاة بالضغط اللي كان كبير جدا في مباراة الأمس جماعة الناس تهوين على نفسها هي في النهاية الرياضة وهي في النهاية كرة قدم بنترحم على كل شهداء الرياضة أو حتى موت الرياضة في كل مكان ونقول إن شاء ربنا نتقبلهم جميعا أنا في هذه الحلقة بقول مبروك لكل جمهور الهلال وإن شاء الله دائما تأمين والأمين أنا أشكركم ديكم العافية